لم يفرض الله تعالى الجهاد على النساء لأنه ينافي أنوثتهن وضعفهن ولكن عرف التاريخ بعض النساء تحلينا بالقوة والجلد وشاركنا في الجهاد في سبيل الله منهن أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس بن مالك رضي الله عنهما كان بيتها أهل خير وصلاح فأختها أم سليم التي كان مهرها أعظم مهر في التاريخ وهو إسلام زوجها وابن أختها هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوها حرام بن ملحان استشهد يوم بئر معونة ولذا كان يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتها ويواسيهم بالزيارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتهم بعض النوافل فالبيت يمتلئ بركة ونورا بالصلاة وبذكر الله تعالى ففي الحديث إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا روت أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين والمائد في البحر هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج فتمنت أم حرام الشهادة في سبيل الله وفي البحر على وجه التحديد حتى تنال ثواب الشهادة في سبيل الله وعلم الله منها صدقا نية فأعطاها ما أرادت ففي إحدى زيارات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة الصالحة نام ثم استيقظ وهو يضحك فسألته أم حرام ما يضحكك يا رسول الله فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج أي ظهر أو وسط هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة قالت أم حرام وهي تطمع أن تشارك في الغزو في سبيل الله يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه في غزوة قبرص في العام الثامن والعشرين للهجرة وهي أول غزوة للمسلمين في البحر وكانت تحت إمارة معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان رضي الله عنهم فلما انصرفوا من غزوهم قافلين قربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت فهنيئا لها الشهادة في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد لقد تعلمنا من حياة أم حرام رضي الله عنها أهمية مصاحبة الصالحين وثواب النية الصادقة وتمن الخير وأن البيوت تعمر بالصلاة وبذكر الله تعالى ترجمة نانسي قنقر